بسم الله الرحمن الرحيم كاف هايا عني الصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خطيا قال رب إني وهل العصر مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت الرأتي عاقرا فهبني من لدنك وليا يلثني يلثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليار سبيا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم من سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكا وكان تقيا وبرا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سبيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا كنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحسني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رتبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترئن من البشر حدا فقولي إني نذرت للرحمان صوما فلن أكلم اليوم سيا فأتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك مراسوي وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم موت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قال الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضوا أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا سراط مستقيم فاختلف الحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم أبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ خدي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال اليبي يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني يهدك سراطا شبيا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني خاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب أنت عن آليتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني منيا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وذهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدقا عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الليمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمرها له بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين نعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجتبينا إذا تطلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف نضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يزلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغما إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بيمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننازعن من كل شيعة نيهم شد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم نرجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن وثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رهما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضاف جندا ويزيد الله الذين تدوهدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثمابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بي آياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيبام اتخذ عند الرحمن عدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلية ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم ترى النار سل الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض لا آت الرحمن عبدا لقد حصاهم عدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن بدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتردر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر